التسيير لازم تكون عندك نظرة استباقية جيري سيبريفوال لانه هذا الشي اسمح لي نفتح القوس نعاود نغلقه لانه كما يعني كانت كلمة الاخر المحلل سيدة بوغرارة اللي كان عنده تقيمة تقدر تقول لك يعني كافي كامل وشامل انا نزيد عليها عندي اضافة نزيدها لانه كما كانت كلمة على اللعب المحلل نقول لا لانه قلقها بوغر خاصة اللي يعني يعني نحييه ونحييه خاصة على عمل جبار اللي قم به وايضا اللاعبين تهو لانه نظن بقرة مساعدناش كمنظومة رياضية لانه لتخيل احنا لانه لعبين خيرت اللاعبين رمي يغادروا البطولة الوطنية رمي غادروا البطولة الوطنية لبطولة اضعف لبلدان اضعف اقتصاديا ما نتكلمش على من ناحية الفنية لكن تكلم من ناحية الاقتصادية حنا الجزائر نقدم نقول لك يعني الحمد لله من اقوى البلدان نقدم نقول لك في القره علش البطولة تعنا؟ يعني ما تتماشاش مع البلد اللي هو بلد الجزال وتكون قوية. أنا شوف يعني خيرت اللاعبين غادروا البطولة وهذا الشيء يضعف المنتخب. يضعف البطولة راح يضعف المنتخب. الحق الوقت هو لأننا نتحصر لأنه يقول له كيف يفعله الجاهل بنفسه ما اللي يفعله بعدوه. والجاهل ليس الأمي. الجاهل هو اللي يجهل الأمر. إحنا نظن من سنوات هادية لا تتذكر من سنتين إلى من ثلث سنوات كانت حملة غير مبررة في كل البلطوات. وخاصة يعني في كل صحيح يقول لك الصحافة ولا في الفلتر. اللي كانت هي كنا نطالب بتسقيف الأجور. أنا كنت نقول يا هلتارا هذا من الجنون. لأنه حاليا يعني هذا الاستعارات. اللي هو صار السوق والسوق والطالب والعرض. اللاعب إلا كان يقدر يتقاد أموال ما لازم تحرمه هي لكن حال لازم تنظيم. لازم يكون تنظيم. هذا المدخول حتى كي يكون الاستثمار لازم يكون عائم في الاستقدامات. لازم حتى كي نستثمر. نستثمر في اللاعب ونستثمر في المشاء. لازم يكون عادنا عائد في الاستثمار. لأنه الرياضة حاليا صارت يعني تستقطب أموال كبيرة. وصارت تستقطب حتى مستثمرين كبار. مدخيل الرياضة في العالم تتعدى للألف يعني مليار دولار سنويا. ستمائة مليار دولار هي مدخيل كرة القادمة. لأنه هذا شوف شوف وش عملت. باش ما تروح ليش هذا النقطة سيد برناوي هل ترى أنه ممكن هذا التنظيم الجيد والملاعب الجيدة وكل هذا ممكن المستوى يجعل أنه اللاعب الأجنبي يكون عنده قبول أنه يجي للبطولة الجزائرية تيشوف يعني مستوى أنه لما تكون عروض راح يجي للجزائر. – أكيد, أكيد. أكثر من أي وقت سابق – أكيد هنا نعزز كلامك يعني في أين يكون من أ أحسن اللاعبين وأن أمضاء مرجعش إلى بلاد وأن ضاء وحتى يني soak في نادي مدية الجزائر أنا شوفت على ان لاعب ما ضغش توني ما. – نعم أحسن هدف إلى البطولة أمضاء، وقعدوا هنا في الجزائر المعجبين حتى نتوή نقول لك بنوعية العايش هنا في الجزائر. لأنه عدنا قد نقول لك من كل نوعية العيش المعيشة هنا في الجزائد قد نقول لك هي رخيصة مقارنة أسهل ممكن أسهل لأنه بالبلدان مجاورة زيد أيضا المناخ مناختها لطيف جدا خاصة نقول لك في البلد قريبة شعب متحضر عدنا تقافة جدا في كل مجالات خاصة نتكلم رياضيا عدنا نحن تقافة كبيرة عدنا نوادي من بداية القرن إلى 19 حتى إفريقيا ممكن مستوى المعيشة عدنا من كل مقومات باش نكون قوة قوة كبيرة جدا لا يستهان بها في كل مجالات بما نتكلم في الرياضة عدنا مال أنا نظن أنا نشوف بكل اختصار أنا نقول يعني الشي السهل عملنا لأنه هي تبني منشآت أعطيك على سبيل المثال أنه شوف دولة قاطر الشقيقة يعني نجحت في التنظيم ونجحت في بناية منشآت لكن الصعب وشو الصعب الصعب أنك يعني تبني منظومة رياضية لأنه هذه ما يشتبني يعني ما تجيش يعني بالبنية لأنه تجي بالعامل والعامل ما ورش بكيفية يجب أن يكون به عامل ممنهج وخاصة نقول لك مسطر لازم تكون إمكانيات وتكون متابرة في العامل باش ترجع زمان يعني كي كنا نحن فيه أوج قوتنا خاصة منتخب تمانينات نقول التسعينات اللي كان يعني تقدر تقول يعني اللوب بتاع المنتخب واللعب المحلي يعني يشوف كامل عامل جبار يستثمار كبير اللي قامت بها الدولة الجزائرية فيما يخص المنشاكل لكن كان حجم التدريب أنا أقول لك أنا نرجع حجم التدريب لأنه يخرج أنا من من المعهد وخاصة خالط اللاعبين والمدربين يعني تشوف حجم التدريب كان رهيب جداً اللي هو اللي كان نقدر نكيد يدربه نقدر نقول لك بالعشرين حتى أكثر من عشرين ساعة في الأسبوع حالياً صار حجم التدريب صغير جداً أنا خاصة فيما يخص النوادي أنا نظن النوادي اللي عنده حجم تدريب كثير كده خاصة فيما يخص الأصناف الدنيا ما يتعداش عشر ساعات في الأسبوع هذا قليل جداً ما يقدرش يعطيك لعب لأنه لأنه شوف حنا نتكلم عن المستوى لكن المستوى ما يجيش بالمستوى